السلام عليكم ورحمة الله نتحدث عن تشخيص صعوبات التعلم في البداية لازم نتعرف ايه هدف او اهداف الفحص الخاصة بزاوي صعوبات التعلم اول شيء وهو الكشف عن الاطفال اللي في حاجة الى خدمات طوبوية احنا شغلنا هو الخاص بتقديم الخدمات الطوبوية طب الخدمات الطوبوية هنقدمها المين للي يحتاجها ده الاول لازم نبحث عنه طيب تاني شيء بعد ما ما نكشف عن اللي بيحتاجه الخدمات الطوبوية بنأتي الى مرهلة الاحالة وموضوع الاحالة ده من المواضيع المهمة في مجال الطبية الخاصة بصفة عام والاحالة يعني احنا هنحول الطفل بعد ما اكتشفنا انه عنده مشكلة هنحوله طب الاحالة بتعني ايه المساعدة في اتخاذ قرارات عن افضل بيئة تعلمية مناسبة للاطفال هي ايه افضل بيئة تعلمية مناسبة للاطفال طب بعد ما نحيل الطفل الى مثلا برنامج صعوبات التعلم داخل المدرسة هنبدأ ان احنا نعمل ايه نخطط برنامج طربوي خاص بالطفل ده يبقى بعد كده بنخطط برنامج طربوي بنجهز البرنامج اللي احنا هنعالجه به طيب بعد ما بنخطط البرنامج بنعمل تقييم للبرنامج وهل البرنامج ده فعال مع الطفل او لا لا وفي الاخر بنشوف ايه بنراجع تقدم الطفل هل الطفل هو في البرنامج نجح ام لا طيب في بعض الاشياء احنا بنعتمد عليها في التشخيص اول شي عندنا في التشخيص او اول شي في الاختبارات اللي بنعتمد عليها الاختبارات معيارية الموج وتعني الاختبارات دي اختبارات تقوم بمقارنة اداء الطفل ده باداء اقرانه من الافراد العاديين يعني نشوف اداءه بالنسبة لاداء زملائه في نفس السن او في نفس الصف طيب اختبارات العمليات النفسية رقم اثنين الاختبارات دي بنيت على ان صعوبات التعلم سببها صعوبات في القدرة او الامليات اللازمة زي ما احنا تكلمنا قبل كده الاختبارات الف encompasser والادراك السمعي والاشياء الخاصة بالحواس زي ما احنا قلنا قبل كده طيب اختبارات القراءة غير رسمية كلمة غير رسمية دي على طول رقم تلاتة تفهمنا ان الاختبارات القراءة دي دي موجودة مثلا داخل مدرسة حدود مدرسة داخل مدرستين تلاتة بيستخدموا نفس الاختبار وده بتبق اختبارات غير رسمية اي انها اختبارات غير مقننة طيب الاختبارات محكية المرجع ده رقم اربعة طيب هنعمل ايه هنقارن اداء الطفل مع معيار او محك معين احنا حمدين معيار معين او محك وبنقارن اداء الطفل هال اداء الطفل ده بالنسبة للمعيار اللي احنا وضعينه فين جميل طيب اخر حاجة هي القياس اليومي المباشر وتتضمن ازيل عملية ملاحظة وتسجيل اداء الطفل ملاحظة يومية في المهارات المحددة ومن انجح الاسليب الخاصة بالتشخيص هي اسلوبه الملاحظة لو تم باسليبه الصحيحة وبقوانينه السليمة وده موضوع مباشر جدا وهو خاص بالقياس اليوم المباشر اللي بيعتمد على الملاحظة ايه اليومية